أهم أخبار اليوم في المختصر أهلا بكم القانون الجنائي الجديد سيشمل جرائم التشهير والسب على الإنترنت أكد وزير العدل عبدالطيف وهبي أن القانون الجنائي المرتقد سيضم نقاط مهمة ترتبط بالأنشطة على شبكة الإنترنت على رأسها التشهير والسب ونشر الصور على مختلف المنصات مضيفا أن بعض التصرفات التي تمارس عبر الشبكة تسيء إلى المواطني بدعوى حرية التعبير ومشددا على أهمية العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف الملك نوهت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والأسياوية بموقف رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها شاكرة كافة الدول التي عبرت عن مواقف داعمة دفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات ومحذرة من الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق الفلسطينيين وزيرة الطاقة تؤكد أن مخزون المحروقات يشابه العشرين سنة الماضية قلت ليلى بن علي أن المخزون الطاقية الحالية للمغرب الذي يتزامن مع فترة الأزمة مشابه لما كان عليه الحال خلال العشرين سنة الماضية مضيفة أن المملكة تتوفر على مخزون سبعة وخمسين يوما من الجزوال وتسعة وثلاثين يوما من مادة الفيول وواحد واربعين يوما من غاز البوتان ومؤكدة أن السيادة الطاقية للبلاد أولوية حكومية ملف الصحراء المغربية على طاولة مجلس الأمن يدخل ملف الصحراء المغربية يوم غد مرحلة المباحثات الدولية بطلب من الدول الأعضاء بمجلس الأمن للاستماع لإحاطة باثة المينورسو في الصحراء حول عمل الفريق الأممي وآخر تطورات الوضع الميداني ويبقى مقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب المبادرة الوحيدة المطروحة على الطاولة في ظل غياب أي انخراط من طرف الجزائر والبوليزاريو نهاية المختصر للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء